اشتركوا في القناة دلوقتي ارهاب فردي بمعنى ان شخص واحد ياخد ملطوف يرميه بارهابي اتنين تلاتة يتجمعوا من غير تنظيم كبير محلي او اقليمي او دولي ويمارسوا العنف والارهاب بقى فيسبوك وتويتر شبكة الانترنت عموما الداعم الرئيسي للارهاب يعني شبكة المعلومات هي الشبكة الدولية المغزية للارهاب هل حضراتكم ممكن تتخيلوا انه موجود مئة قناة على يوتيوب تحمل فكر داعش تروج لفكر داعش والقاعدة هل حضراتكم تعرفوا ان في عشر تلاف حساب على تويتر لصالح داعش والقاعدة وغيرهما عشر تلاف حساب على تويتر مئة قناة على يوتيوب ده اللي خلى وزير الداخلية الفرنسي مش المصري هو اللي يقول ان احنا لازم نعيد النظر في موضوع الانترنت وموضوع فيسبوك وتويتر لان الارهاب الفردي بقى خطر كبير جدا على العالم لان انت مش هتحاصر كل شخص من السبعة مليار نسمة حول العالم زمان كانوا بيتبعوا تنظيمات كبيرة دلوقتي مع الارهاب الفردي قد يستحيل ان اتعقب الارهاب في كل مكان وبما انه طبقا لكلام وزير الداخلية الفرنسي 90% من الذين يمارسون الارهاب جاءوا عن طريق الانترنت يبقى ايزا بقى الانترنت هو الشبكة الاكبر الداعمة للارهاب اتمنى على الدولة المصرية انها تويد النظر في فيسبوك وتويتر ولازم نفكر زم يفكر الصينيين وغيرهم ان يكون فيه ضوابط حقيقية بما فيها الاغلاق لمدة عام اذا تطلب الامن القومي المصري ذلك واذا كان ممكنا بالتعاون مع الصين او دول اخرى لابد ان نعيد النظر لما بنقول ده محنش استثناء في العالم انما بنستجيب للي قاله وزير الداخلية الفرنسي ولعقلاء كتير جدا حول العالم يواجهون مثل ما نواجه او اقل مما نواجه نحن الارهاب الاسود ترجمة نانسي قنقر